الزمان العشرون من مارس من العام الفين وخمسة عشر الحدث الطيران الحربي يقصف القصر الجمهوري بعدن فيما كان الغموض يلف مصير الرئيس هادي عقب فراره من صنعاء كانت عدن والمدن اليمنية على موعد مع حرب الانقلاب بدأ الطيران الحربي خلال يومي التاسع عشر والعشرين من مارس قصف القصر الجمهوري بالمعاشيق مقر إقامة الرئيس هادي يتذكر اليمنيون تفاصيل تلك الحرب يتذكرون بدايتها ومعظم تفاصيلها كان دخول القوات الجوية في هذا الوقت المبكر مؤشرا لخروج القرار العسكري من سيطرة الدولة وخضوع الجيش وقواعده العسكرية لقرار الميليشيا حاولت القيادات العسكرية الموالية لصالح حينها السيطرة على مطار عدن ومحيطه وتحديدا معسكر بدر بعد سلسلة من المواجهات انتقلت المعركة من صنعاء إلى عدم عقب تمكن الرئيس هادي من النفاذ والنجاة من الحصار والإقامة الجبرية شكل هذا الحدث في ذلك التوقيت ضربة غير متوقعة لتحالف الانقلاب تركب اليمنيون بقلق نتائج الانتشار المريب لميليشيات الحوثي في المدن اليمنية خصوصا مدينة تعز التي خرج سكانها إلى الشوارع منددين بدخول الميليشيات وقوات الأمن المركزي وتمركزهم في تلال ومرتفعة المدينة تمكن الحوثيون بعدها من السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية فصارت الآلة الإعلامية تمضي بالتوازي مع خطل انقلاب وتقود خطابا تحريضيا ضد الدواعش والتكفيريين كان كل شيء يؤكد أن اليمن على موعد مع حرب قادمة تخوضها الميليشيا العمل والتنسيق المشترك بين القوات النظامية الموالية لصالح وميليشيات الحوثي كان أول مؤشر لقيام تحالف بين العدوين التقيديين ليتم بعد ذلك الإعلان عن التعبئة العامة وإعلان الحرب على امتداد الجغرافيا اليمنية اشتركوا في القناة